ان الجمعيات كما قلنا انه بعد الموجة الثالثة بعد ما شفنا قرار فتح باب الاستيراد للجمعيات تشفوه موجة الثالثة كنا عارفين انه الجزاء تكتيكلا اكسيجين اصبحت مفقودة من السوق يعني حتى بدرها مكومات القهاش قرار لاخدات وزارة الصناعة السيدالينية لفتح مجال لاستيراد للجمعيات رانا عايشين ايجابياته الان بديتوا الاستيراد ولا مازال لا استيرادنا صراحة حوالي 362 كنا اول جمعية استفادت لانه جمعية تلقى هي كانت اول جمعية اللي اتلاقت مع الوزارة وفتحوا باب النقاش وكانت فيه تسهيلات كان فيه تسهيلات يعني كان فيه لقاء مباشرة مع وزير السيدالينية والسرعة في توصيل السرعة في توصيل ولكن المشي القيناه مليك لانه كانت في البلد المصنع لانه كانت بعض الاجيجاج جدسون قارنتي بدون ضمن لانه تعرف كان طالب شديد مهم انه نجيبوا الاجهزة انتم من يجيبوا الضمان المصداقية مع المواطن اللي يتعامل معاكم وكيفش يسمعوا انه فيه جمعية وين تلقى وين لقاوكم كيفش عرفوا عليكم وشي الوسائل استعملتوها من اجل اعلام المواطن الجزائري انه فيه هذا الجمعية اللي راتقدم خدمتها عبر قنوات الاعلامية مثلا كما حضورنا في قناة الشروق او عبر موقع تواصل الاجتماعي وخاصة عبر نشاط الجمعية لانه حتى انه جمعية كان عندها نشاط متقدم على مستوى المستشفيات وين كانت تقدم مساعدة موجة الاولى والثانية كنا نركز بالدرجة كبيرة على وسائل الحماية في هذا الفترة عرف نشاط جمعية وين نلقى حتى الاطباء بمجرد انه يشوف عنده المريض وين احتاج جهاز تنفسه يتصل مباشرة بجمعية وين نلقى الموجة التالتة خاصة اللي عرفت فيها اكثر الجمعية عن تاريخ خدماتها المتواصلة اللي كانت تقدمها للمرضى كما قلنا خاصة في العلاج المنزلي بالاكسيجين اشتركوا في القناة